اشتركوا في القناة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائمان هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائمان هل تستفيق وترى السعادة والنجاة أنا اسمي كازوكي شمومورا مورود في سنة عرف تسعمية وخمسة وسبعين حامد كازوكي من ناغويا أخذه الاستشراق إلى الإسلام تأثر بزميله الباحث في الدراسات الإسلامية حتى أقر أن هذا الدين هو أحق أن يتبع أنا دراستي أساسا هو علم الإجتماع منذ سانوية أنا كنت في صف عدبي وأستاذ تاريخ أيضا هو منتاز في مدرسة علمنا الكتاب في درس عام هو تاريخ دورة عثمانية أحب التاريخ العثماني وكان مدخله للإسلام صار إندي عراقة جيدة ما ذلك الأستاذ الآن هو أستاذ في جامعة كيوتو اسمه أستاذ توناغا هو غير مسلم فبوزي قانا إندي صديق مسلم زمير في جامعة توكيو اسمه دكتور ناكاتا فتعرفت هذا دكتور ناكاتا فأعطاني سورة أصلية للإسلام فاقتنعت بكلامه أيضا وبعد اتراع من الكتب ودراسات أسرنت شيخ حامد هناك آية أنت تأثرت بها كثيرا عندما سمعتها بالرغم أنك لم تكن تعرف اللغة العربية ولكنك تأثرت بهذه الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لماذا؟ قد قرأت سيرة نبوية من قبل أن تسمع هذا الآية نعم هذا لذلك في أرضية في أرضية أحاديث نبوية شريفة وصيرة نبوية بعد ذلك أتت هذه آية الله أرسل درس حامد فترة طويلة اللغة العربية للتعرف على حقيقة القرآن وجماله اللغوي وهذا ليس بالأمر سهل جمال القرآن يعتمد على جمال لغوي عندما يجبني آية مؤينة أفتح مثلا تفسير قديم تفسير كذا 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 أشير بجمالها ولكن هذا ليس بمتناور اليد عندماعظم قومه فإسلام والقرآن هي جزء من تغييري فرصة تغيير وتخصين عندما تقرأ كتب أو تقرأ قرآن أيضا هذه هي جزء من أنصر من الأناصر للتغيير بأول مرة وقعت عليه عيوني تانيا أحسست فيه كأن سطوره فجر وعطرون وقد ضم الحياة بدفته هناك لحظة مهمة وهي لحظة الشهادة نعم نعم حدثني متى كانت وكيف كانت وماذا شعرت عندما نطقت بهذه الكلمات العظيمة أنا نطقت في شهادة في سنة أورى في جامعة أحد أساطزتي في منظره نعم فقال هو يحتم بي كثيرا مسلم نعم هذا اهتمام شخصي وتقديم رعاية ما اسمه؟ دكتور نعطا نعم نعم معروف هو نعم هو معروف ممكن أسرع منك الشهادة؟ كيف أنا بحث بالشهادة؟ أشهد الله إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله موسيقى الحكومة اليابانية أجرت مؤخرا دراسة عن الأقليات فوجدت أن المسلمين هم الأهدأ والأكثر تعايشا مع المجتمع الياباني الفترة السابقة كان التركيز على تدريس اللغة العربية فقط نظرا لحاجة اليابان إلى العالم العربي والبترول حاليا اليابان تهتم بتدريس الثقافة الإسلامية والتعرف على الإسلام موسيقى موظف كظهر قهارة انا امتعلم المزيد من المجتمع في ديوشة الربرسية امتعلم الاجتماعي بعد المدادة السرعة في ديوشة الربرسية نحن 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 من المجتمع من خرسيان الاجتماعي إلى 3 ابراهامين المباشرين لأن اليابانيين بصفة عامة فكرتهم عن الإسلام غير واضحة ولكن هم يتعرفون على الإسلام من خلال أجهزة الإعلام وهذه قضية أخرى الكيم الإسلامية في ناحية الأخلاقية وهي متشابهة مع أديان الأخرى مثلاً بلواردين قضاء هذا موجود تقريباً في كل الأديان وفيها طبعاً متشابه لأن هذه كل الكيمة تنبع من فترة الإنسان شارك حامد في ترجمة نسخة جديدة من معاني القرآن لليابانية بحيث تتناسب مع تطور المجتمع أنت حرصت كثيراً على ترجمة القرآن وشاركت في هذا مشاركة جميلة على ترجمة القرآن باللغة اليابانية لماذا كل هذا الحرص؟ أساساً كان عند أستاذي عند خطة ترجمة المعاني القرآن إلى رغة يابانية تطورت دراسات الإسلامية في اليابان أيضاً ومثلاً ترجمة من ترجمة في الماضي وهم طبعاً هم خبراء علماء هم قدموا هذه خدمة عظيمة في الماضي حسب ظروفهم ما شاء الله تبارك الرحمن الآن أنا والشيخ حامد في قلعة نقوية الجميلة الرائعة ولكن الجو بارد جداً يا شيخ حامد ما هي الصعوبات التي واجهتك في ترجمة المصحف إلى اللغة اليابانية؟ أكبر مشتلة هي طبعاً في هناك مشتلة اللغة وفيها متشابهات فهذا جزء لا يمكن ترجمتها بشكل واضح لأن المطم والنص بحد ذاته صعبة أما الذي ساعدنا حقاً هو تفاصيل بيد الأولماء الكدامة نعم نهن فقط واسطة نهن فقط واسطة ولكن هذا إنجاز شيخ حامد يعني يعتبر إنجازاً عظيماً يعني أصدق الله أصدق الله أصدق الله أصدق الله دمب العظيم بالقرآن إذ داين في رحبه تحلو هذا البرنامج برعاية جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالريا أجر ثابت لا ينقطع مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية أرسل عشر عشر إلى ألف مية وقدم مية ريال لمن تحب هدية تقرير ببيانات من أسلم على يدك مركز ركني الحوار اليوم أختار شماغ الأبيض اليوم أختار شماغ الأحمر اليوم أختار الغطرة البيضاء شماغ وهترة لكل الأوقات من عجلان وإخوانه محمد بعشر ريال بس قدم الخوية مية ريال هدية خوية مبسط وضم الفريق حارتهم وبالحظ جاب جول خطير واشتغر كثير وفي استيديو رياض استضافه وتعرف على ماجد عبد الله صالح النعيمة وبكذا زاده أحبابه أرسل عشر عشر إلى ألف مية وقدم مية ريال لمن تحب هدية مع عشرة موبايلي كثر حبايبك مكة المكررة تهف القلوب لها وتسعى ابتغاء للأجر والمغفرة هل وضعت أجرا مستمرا هناك؟ وقف القرآن بمكة داخل نطاق الحرم المكي يأتيك بالفرصة حيث أنت أجر وصدقة جارية لك ولمن تحب يحتاج إسهامكم في تسديد ثمنه لكفالة معلمي القرآن بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض ليبقى النور في أمتنا ترجمة نانسي قنقر هل تود أن يسلم على يدك الشخص وقد ييسر الله له فيكون دعية وتكون شريكا في أجره قال صلى الله عليه وسلم فوالله لإن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعب حياتك أعماله شاركنا إسلام أربعة آلاف شخص بتسعمائة وتسعين ريالة وهي بحول الله كفيلة لإدخال الشخص في الإسلام وبفضل الله نبشركم أسلم معنا أكثر من ستة آلاف شخص من مائة وثلاث وخمسين دولة حول العالم بعد التحويل أرسل رسالة واتساب بالاسم والمبلغ إلى الرقم 0566295904 ليصلك التقرير ببيانات من أسلم على يدك مركز ركني الحوار ثوب دروش بحلته الجديدة الراحة زادت والأناق ارتقت واللخام اتطورت ثوب دروش بطلته الجديدة الحل الأمثل للأناقة من عجلان وإخوانه محمد بعشر ريال بس قدم الخوية مئة ريال هدية خوية من بسط وضم الفريق حارتهم وبالحظ جاب جول خطير واشتغر كثير وفي السيديو رياضي استضافه وتعرف على ماجز عبدالله الصالح النعيمة وبكذا زاده وحبابه أرسل عشر عشر إلى ألف ومئة وقدم مئة ريال لمن تحب هدية مع عشرة موبايلي كثر حبايبك هذا البرنامج برعاية جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض أجر ثابت لا ينقطع مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية أرسل عشر عشر إلى ألف ومئة وقدم مئة ريال لمن تحب هدية تقرير ببيانات من أسلم على يدك مركز ركن الحوار القرآن إذ داي في رحبه تحلو حيا شوقا إلى المولى أتاي سبحان الله أنا اليوم زرت معاك وفريق العمل زيارة جميلة إلى متحف تيوتة ووجدنا شيء عجيب انبهرنا منه صراحة يعني منذ القدم كيف بدأوا بالنسيج ثم بدأوا بالحديث ثم انتقلوا إلى صناعة السيارات يعني وبعد أن انتهينا شيخ حامد من زيارة المتحف وجدنا أطفال صغار بعد أن رأوا كيف يصنعون السيارات وكيف عملوا كل هذه المصانع على مر السنوات يأخذون الأطفال ويجلسونهم على الطاولات ثم يعلمونهم كيف يركبون هذه السيارات ما هذا المعنى؟ هذا لتقريبهم إلى حندسة وتكنولوجيا إن شاء الله هم يتعلمون نظريا في البداية ثم مصرى مدرس عندهم برنامج لزيارة ميدانية لمطاهة يزور مطاهة يشاهد أولا ما هي فاكوريت وما هي التراث القوم ثم يتعلم مبدع مبدع ثم يتعلم كيف تطورت الألوم أنا دائما كنت أسأل ما هو الشعب الياباني؟ ولماذا هذه المثالية؟ ولماذا هذا التقدم؟ عندما وصلت إلى اليابان عرفت السبب الوحيد هو الاهتمام بالفرد منذ الصغر بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله نور الحنايا والضلوح لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنة نور الحنايا والضلوح لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنة أن المنهج في المدارس الابتدائية منهج ليس بالطويل منهج بسيط جدا منهج الرياضة منهج العلوم عكس اللي عندنا نعم العكس العكس تماما نعم منهج صغيرة جدا لأن الهدف من المدرسة أن يتعلم التلميذ الأولويات فقط حتى في الجغرافيا لا يدرس جغرافية اليابان ولكنه يدرس في البداية جغرافية المنطقة التي يعيش فيها الله الله وبعد مرحلة الابتدائية مرحلة الإعدادية يدرسون جغرافية المحافظة ويأتون بالطلاب حتى يتحركوا في عاصمة هذه المحافظة فما يدرسه يطبق عمليا ثم نأتي إلى الإعلام التلفزيون والإذاعة التلفزيون في الصباح يقدم برامج الأطفال هذه البرامج تمهيدية لما يدرسه الطفل الله ومرتبطة ومرتبطة هناك اتفاق بين التلفزيون والإذاعة والتعليم تعال إلى الألعاب الألعاب التي يلعب فيها الطفل هذه ما يدرسه والصور الموجودة في كتبه يصنعون الألعاب بهذه الصور فيذهب الطفل إلى محل الألعاب يلعب مجانا واخد يشتريه لأنتنا بحاجة إلى عادة منظومة التعليم في عالمنا العربي والإسلامي بالرغم أن عدد مسلمي ليابان لم يتجاوز المائة ألف مسلم لكن اليابان تسعى لتوفير بيئة مناسبة للمسلمين لتوفير الأكل الحلال وانتشار المصليات في كل مكان لتوفير بيئة مناسبة للمسلمين وانتشار المصليات والتوفير بيئة مناسبة للمسلمين وانتشار المصليات والتوفير بيئة مناسبة للمسلمين اليابان تحتم بيئة مناسبة للمسلمين اليابانيين أنا وصلت إلى اليابان عام ألف وتسعونية الثنين وتمانين كان في اليابان تقريبا ثلاثة مساجد فقط الآن في اليابان أكثر من سبعين مسجدة أكثر من المسلمين هناك من المسلمين ويقضوا على الإسلام والمصاحف والقرآن بين أيديهم في المساجد وفي البيوت وفي العمل وفي كل مكان وفي السيارات ولكنهم هجروا القرآن ولم يقرأوا القرآن بالرغم أن هذا القرآن نزل بألثنتهم باللغة العربية ماذا تقول لهم؟ هذا يرجى إلى إختيار شخصي ولكن الجماعة في الإسلام قد يعطي لحظة انتباه بعد سنة بعد سنة بعد خمس سنوات أو قبر الموت بفترة مؤينة والنقطة ثانية الناس أصبحوا مشغورين جدا أصبحوا مشغورين جدا بحياتهم قرآني أرقى به ألقى به المئناني أحياني من غفلتي من زلتي وهداني كم كانت الدنيا تضيق بوسعها فتلوته ورأيته بابا لخير جناني لا يوجد بيت مسلم اليوم إلا وفيه نسخة من القرآن ولكن للأسف كثير منا هجر هذا الكتاب العظيم وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا الكتاب العظيم تكاربته مباشر تعالى كثيرًا ورغمت 真的 أنتذية أتيم المترجم للقناة المترجم للقناة هذا السجود فأين البكاء هكذا كانوا يتعايشون مع القرآن بعيدا كنت لكن حين جيت بأول وهلتي منه اهتديت وأنت عرفته مسكنت طفلا لماذا قلب بعض الناس ميتوا عتابي أمة القرآن حبو بكم فالهجر للقرآن ذنبو سيشكون الرسول غدا أنا رضا غدا ماذا نقول وما نجيب عتابي أمة القرآن حبو بكم فالهجر للقرآن ذنبو سيشكون الرسول غدا أنا رضا غدا ماذا نقول وما نجيب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة